من شوية كان السيد اسماعيل هانية بيتكلم عن انه الموقف الفلسطيني وموقف حماس يتوافق مع الموقف المصري واحنا رفضين ان اي تحرك تجاه الاراضي المصرية كما مصر نحن نقول نتفق معكم وشكنا على كل الدعم اللي بتقدموه في نفس الوقت اللي شفنا فيه بعض مظاهر اعتداء لفظي على مصر امام سفارتنا في امريكا في بعض الاماكن بتوجيه ما كده في حين هل امام مصر موقف مشهرف لم تتخذوا اكتر مما هي متخذية الان خلينا اخد الاول الجزال المتعلقة بالتصريحات اللي خرج بها اسماعيل هانية رئيس المكتب للسياسي لحركة حماس نعم ده مش موقف بس اسماعيل هانية ده موقف كل الطيف الوطني الفلسطيني وكل السلطة الفلسطينية كمان على لسان حتى مندوبة في مجلس الامن على لسان الرئيس محمود عباس ابو مازن على لسان وزير الخارجاء الفلسطيني كمان ده نعكس كمان على الدول يعني الدول هي طرف رئيسي في الازمة في الاضافة الفلسطيني زي الاردن استكمالا برضو اللي قاله الساز اكرم موقف السعودية كان واضح النهاردة كمان في التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين الاردن نفس القصة خارت نفس الموقف تركيا كمان وعلسانها كان في دان النهاردة في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجاء المصري نفس القصة المقصد من ده انه هو في مصر قدرت من خلال بعد تصريح الرئيس السيسي وتأكيد الخميس الماضي على رفض مصر فكرة تصفية القضاء الفلسطينية ووجود بعض المساعي الاسرائيلية لفكرة التصفية هتتم ازاي يعني المخطط الاسرائيلي طول الوقت كان يعني غزة وفكرة التهجير وتصفية الموضوع ده كان مرتبط قبل كده بالضفة الغربية يعني اليمين المتطرف الموجود في اسرائيل طبعا نتانياهو وسواترش وبن غفير كان هو عندهم خلال تصفية القضاء الفلسطينية لزيادة ان هو الاستطان مصادرة الاراضي القصة كمان على فكرة ونفتكر حتى قبلها يعني من وقت ادارة الرئيس الامريكي الاصبك دونالد ترامب على فكرة ان هو خلاص ننسى خلاص القضاء الفلسطينية ونتكلم على فكرة الايه على فكرة الازدهار والتعاون والاقتصاد وخلاص مفيش دولة فلسطينية والسلام يعني ايه ويبقى الحالة في المنطقة كلها السلام مقابل السلام وننسى فكرة السلام مقابل الايه مقابل الارض وننسى حتى اتفاقية اصله وننسى حتى ننسى كمان ان هي اتفاقية المبادرة العربية للسلام القصد من ده لأ مصر يعني يكاد تكون الموقف اللي بتصيجه دلوقتي خلق نوع حتى انا بشوف ان هو نوع من حالة الفخر المصر في الداخل وحالة التأييد الشامل مش بس جوه الاراضي الفلسطينية المحتلة ده كمان في العالم العرب كله والعالم الاسلامي ان مصر الادارة عظيمة للأزمة الادارة عظيمة وفي نفس الوقت يعني انا برضو محتاج اخذ الموقف هنا مش عايزة شو اخذه في اطار ان احنا احنا مش داخلين يعني حالة حرب ولا داخلين حالة احنا من دافع عن حق يعني مصر طول الوقت المتمسكة بفكرة القانون الدولي فكرة مقارات الشرعية الدولية مصر طول الوقت مؤمنة ان السلام هو خيار استراتيجي في المنطقة ان الصراع الدقر حتى الحاليا ده لن ينتج لأي شيء يعني لن يحقق الامن الاسرائيليين ولن حتى ومن نتاجه كمان ان هو اللي احنا شايفينه في غزة دلوقتي مزيد من الضحايا من المدنيين من النساء والاطفال في قطاع غزة اللي هجيله هنا اهم في النقطة في الموقف المصري واللي اتبنى عليه كل ده فكرة ان انت مصري مسعيها الان لمحاولة الوصول لتهدئة في او خفض التصعيد الحالي اعتقد الوصول لتهدئة الان هي خطوة هتيجي بعدين وقبل كمان خفض التهدئة ان هو اتصالاتها مع الاطراف مع الجانب الاسرائيلي